استضافت وزارة الصحة وفدا من منظمة الصحة العالمية للوقوف على أبرز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مجال مكافحة الأمراض غير السرية نعم هذا وحرصت منظمة الصحة العالمية على توثيق الإنجازات ووضع الخطط المقبلة التي من شانها موصلت ما حققته المملكة من مكتسبات وقد استعرض المستشار الإقليمي للتغذية دكتور أيوب الجوالدة أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الإقليمية نحو الصحة للجميع وبالجميع حيث عكست هذه الإنجازات نتائج إيجابية بالمقارنة بين وضع المملكة في الوضع الإقليمي كما استعرض إنجازات المملكة في مجال مكافحة الأمراض غير السرية من خلال عدد من المشاريع التي تهدف لتحسين الوضع التغذوي في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر